ربط مقاييس جديدة لمياه الإسالة في بعض مناطق البصرة بالتعاون مع جهات استثمارية قرار قبل برفض الكثير من الأهالي سيما وأن الماء الواصل للمنازل لا يصلح للاستخدام البشري في أحيان كثيرة بحسب ما يقول السكان بس الماء ذيك الأيام لو شوف أصور وبيدود أنا شاهد مو بس أصبر شون الأحمر وبيدود شون نقدر نشربه هم يتوننا ميترات والماء غير صالح للشرب ناشطون من جانبهم أشاروا أيضا إلى أن جبات الضرائب يلجأون في كثير من الأحيان إلى تخمين المبالغ بسبب تعطل عدد كبير من مقاييس المياه والكهرباح وهو ما بات مشكلة تثقل كاهل المواطنين يشد لعدادات لا يوفر لي مياه صالحة للشرب ولا مياه مستمر وبالنتيجة أنه هناك بوادر لسفقة فساد وهذا نوع من أنواع الخصخصة للماء على المواطنين في محافظة البصرة ومحافظات أخرى المواطن جاي يشتكي من هذه المعاناة يشتكي يقول يابا جاي يجيني 36 يجيني 40 شهريا ليش فهذا اللي أتمنى أنه الدولة تلتفت إلى المواطن وأنه تلغي قرار الخصخصة وتجبي الكهرباء أو الماء لصالحها دائرة الماء في البصرة كشفت أن أزمة مياه الإسالة في بعض مناطق المحافظة تعود إلى التجاوزات التي تحصل من قبل بعض الخارجين عن القانون على شبكات المياه أنا مستمر من حملات تجاوزة لكن مع الأسف يعني بعض المواطنين يعني ما نقول يعني هناك أنانية يعني بالتعامل بحيث يستغل مياه عذبة محلات الدولة تصرف عليها مبالغ ليستخدمها للرأي بينما هناك مواطنين يعني يكون بعد يعني بالخلاء على مسار العنبوب تشوفهم محروم من قضية الأنامي وكان رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني قد تطرق في مناسبات كثيرة لأهمية الجباية في تحسين واقع الخدمات خصوصا المياه والكهرباء لأن المواطنين في كثير من مناطق البصرة والعراق عموما يعزون سبب رفضهم لدفع الجبايات إلى اعتماد الجباة على التخمين بسبب عطل المقاييس وسوء نوعية الخدمات المقدمة خالد السلامة لقناة الفلوجة البصرة